عندنا بقى كلام كتير هنتكلم فيه في الفقرة دي عن الألعاب الرياضية الأخرى سواء كانت فردية أو جماعية في النادي الأهلي وكمان تفاصيل كل البطولات اللي احنا بصدد المشاركة فيها ان شاء الله الفترة اللي جاية كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفي اللي منورني النقد الرياضي أحمد رشاد صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم أهبرك إيه الحمد لله زي الفل صباح الخير عليك وصباح الخير على كل جماعير النادي الأهلي المحترمة اللي بتشرف طبعا بوجودي هنا على قناة النادي الأهلي منور القناة ومنور البرنامج وعندنا كلام كتير هنتكلم فيه وتعال نستهله بالتفصيلة اللي كنا مندردش فيها أنا وانت قبل ما نرجع من الفصل فكرة ان الموسم اللي فات كان موسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى 23 بطولة في كل الألعاب فردية وجماعية شفنا طبعا إنجاز يعني عظيم جدا تعال نتكلم انطلاقة من النقطة دي بعد كده نفصص بقى اللي جاي شايف إن الموسم الحالي ممكن ما يقلش فيه النادي الأهلي في الإنجازات عن اللي فات أكيد طبعا بس عايزة أبدأ طبعا كلامي إن أنا أبارك للنادي الأهلي تأهله لنصف نهاية الدولة الأفريقي وبشكر طبعا الجماعير اللي كانت موجودة مبارح يعني مشهد رائع صراحة من جماعير النادي الأهلي وده اللي متعود عليه دايما جماعير النادي الأهلي خلينا رح بقى للألعاب الجماعية وزي ما بقولك كريم وتكلمت قبل كده مع حضرتك هنا إن النادي الأهلي عنده موسم صعب موسم صعب ليه علشان أنت السنة اللي فاتت أو الموسم الماضي حققت فيه يعتبر كل البطولة دي كان بطولة اللي أنت خسرتهم وكنت زعلان عليهم لكن أنت عندك موسم إن شاء الله بإذن الله لكن في حاجة في الألعاب الجماعية هذا الموسم ويمكن إحنا شفنا مع بداية المنافسات اللي بدأت بالفعل إن الفرق كلها دعمت كل صفوفة يعني في دلوقتي منافسات صعبة مواجهات قوية كل الفرق طبعا دعمت عشان تحصل على البطولات في الموسم ده لكن إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي قادر إن هو يعمل موسم استثناء مطلوب طبعا تركيز في الفترة اللي جاية لأن إحنا عندنا مباريات قوية عندنا دوريات قوية عندنا طبعا كرة اليد هيشاركوا في كاس العالم للأندية فالموسم اللي جاي موسم هيكون صعب أو الموسم الحالي اللي إحنا خلاص بدأناه في إيه القوي على اللعيبة؟ يعني أنا بتخيل نفسي فكرة إن أنت تحقق إنجازات بالكم وبالكيف ده ده في حد ذاته بيشك الضغط فظيع لما تحققها بقى الضغط بيتضاعف لأن أنت لازم تحفظ عليها ده إن ما كانش مطلوب منك أن أنت تزودها أصلا فكل دي ضغوطات على الأجهزة الفنية وعلى اللعيبة واللعيبة أكيد هو بص حيزة أقول للي حضرتك على حاجة يا سكريم إن ده قدر النادي الأهلي وقدر اللعيبة اللي موجودة بتلعب داخل النادي الأهلي إن النادي الأهلي ما بيبصش دايماً غير على المركز الأول ما بيبصش دايماً غير على البطولة فهو قدر النادي الأهلي ده بيبقى حمل كبير جداً على اللعيبة لكن اللعيبة في النادي الأهلي عارفين مسئولية وقيمة شرط النادي الأهلي فإن شاء الله الفرق بدأت بكل القوة وبدأ الموسم بكل القوة يمكن إحنا الموسم ده هو بدأنا الحمد لله ببطولتين النادي الأهلي بيحقق بطولة أفريقيا لكورة اليد رجال ونادي الأهلي بيحقق بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد المباراة طبعا كبيرة طبعا قدر النادي الأهلي أنه يحقق ويتوج فيها بأول بطولة لكورة طبعا سلة رجال اللي إن شاء الله بنتمنى لهم موسم السسنائي وأكيد لسه في كلام كتير جدا ولسه في حاجات كتيرة جدا عند فريق كرة السلة رجال تحت قيادة طبعا الأسباني أجوستي اللي ناجح مع النادي الأهلي لكن إن شاء الله مطلوب الفترة اللي جاية أن احنا نحقق كل البطولات لأنه هو ده قدر النادي الأهلي النادي الأهلي ما بلعبش غير على البطولات جماهير ما بتقبلش غير بالبطولات يمكن احنا الموسم اللي فات خسرنا كان بطولة بس حققنا موسم طريقي وموسم السسنائي فجماهير النادي الأهلي محتاج البطولات اللي هي خسرتها الموسم اللي فات ترجع السنة دي للنادي رجال ده الناس اللي سنة اللي فاتت أنا فاكر كويس جدا ده كان مود عام عند كتير من الأهلوية الناس زعلت على البطولتين اللي يتما اللي خسرناهم أكتر ما فرحت بالتراتة وعشر بطولة كبيرة اللي احنا حققنا ما هو ده سكريم نادي هو ده النادي الأهلي زي ما أنا قلت لك أنه هو ده النادي الأهلي لما بيخسر بطولة هو مش بيفرح بالبطولة اللي هو أكسبها هو بيزعل على البطولة اللي هو أخسرها فاحنا النادي الأهلي لما بيتوج بأي بطولة بيفرح يعني لحد ساعات وبعد كده بيقفل الصفحة ويبدأ يركز في البطولة اللي بعدها